اطلعت دارة بعثة مملكة البحرين الحج على كافة استعدادات لجانها وفيرقيها لسيما العيادة الخاصة لحجاج المملكة كما باشرت بالمرور على الحملات الوافدة لمكة المكرمة من أجل القيام بمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية والصحية وتقييب مستواها بما يتناسب مع المعايير المثلى التي تخدم الحج البحرين سمة اتكأت عليها لجان البعثة البحرينية للحج التي تعمل على مدار الساعة بكل شغف من أجل حجاج بلادها البعثة البحرينية من جانبها واصلت متابعتها لكافة التجهيزات والاستعدادات لتلك الفرق للوقوف على جهودها بما يتناسب مع صورة مملكة البحرين الاستعدادات بحثة مملكة البحرين الحج كانت قبل شهر من الآن وخصوصا اللجنة الطبية التي بادرت قبل ثلاثة تسابيع بفحص والتأكد من كافة الجهزة الطبية استعدادة للاستقبال الحجاج كذلك تمت منذ ثلاثة أيام المباشرة بإنشاء العيادات الخارجية في مشعر ميناء ومشعر عرفة بالنسبة للأساور التي تطبع من النظام السعودي هي سويرة تتوفر فيها كافة البيانات وتقرأ من طريق القارة الإلكتروني ففي حالة لا قدر إغماء ولا سقوط أي حاج يستطيع أي مسعيف ولا أي شخص من الدفاع المدني من الكشافة باستخدام القارة أن يتوسل إلى كافة البيانات الخاصة بالحاج سواء كانت هذه البيانات متعلقة ببيانات شخصية أو حتى فيما تعلق تطورت الآن إلى البيانات المرضية عددنا تقريبا 32 شخص موزعين بين أطباء وتمريض في عندنا 9 أطباء وتسع مرضين وفيه أربع صايدلة وفيه 29 اثنين وفيه كادر للكتبة وكادر للإسعاف من هالأحمر وعندنا ساعة إسعاف واحدة ولهالأحمر ممرض واحد طبعا نحن مهمتنا نستقبل المرضى عندنا نهاية دمكة فتفتحة أمس وراح تكون إن شاء الله ألد فيه منها وعرفات مقيمون ومفتشون زاروا عددا من الحملات التي وفدت إلى هذه البقعة الطاهرة لنظر في عمل تلك الحملات من تلبيتها لاشتراطات البعثة بعض الحملات مجرد أنك تعطيها الفيدباك في نفس الوقت يعني تروح لها مرة ثانية تشوف أنه سوتك للإجراءات اللي أحنا نبقيها في تطور ملموس يعني بالنسبة للحملات وهذا كل بفضل بعثة البحرين وجوه مستبشرة ومتهللة تغت عليها علامات الفرحة بوجودهم في الأراضي المقدسة مقدرين ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود مضنية في خدمة ضيوف الرحمن البعثة بصراحة كل سنة تتعاون بشطورة أفضل والسنة بالخصوص صاير سيستم كمبيوتري ممكن ندخل إلى النظام ونسوي كل الإجراءات اللي نبقيها وكل الخدمات حملات المملكة برزت في تقديم خدمات فريدة وذات جودة وباتت تتنافس فيما بينها لنيل وسام التمييز بين كل الحملات الإقليمية والدولية سواعد وطنية تعمل ليل نهار كخلية نحل لا يهمها سوى راحة الحجاج البحرينيين الذين بدأوا بالتوافد من المنامة إلى المشاعر المقدسة لتلفزيون البحرين صالح يوسف مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر